بعد ثلاثة أسابيع من تحرير القوات العراقية وبدعم من الشرطة الاتحادية والحجد الشعبي للجانب الأيسر من مدينة الموصل من براثن تنظيم الدولة تعلن اليوم استئناف المعارك لتحرير الجانب الأيمن من المدينة حيث بدأت أرتال الآليات العسكرية تتجه نحو المكان إضافة إلى أوصول قوات أمريكية إلى العراق لدعم معركة ساحل الموصل الأيمن صفحة جديدة من عمليات قادمون يا نينوى هذا هو عنوان العملية العسكرية التي أعلن عنها القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الحكومة حيدر العبادي لاستعادة المنطقة التي يحاصرها التنظيم منذ ثلاثة أشهر وفي الوقت الذي بدأت فيه القوات بالتحرك في اتجاه المنطقة أسقط سلاح الجوي ملايين المناشير على غرب الموصل للاستعداد لاستقبال القوات العراقية كما دعت مناشير أخرى عناصر التنظيم إلى ألقاء أسلحتهم والاستسلام بدأت المعارك صباح اليوم بقصف جويا ومدفعيا عراقي على مواقع يتخذها التنظيم مقرات لإطلاق قذائف الهاون ومخازن ومنها ينشر عناصره في الساحل الأيمن كما دمر التنظيم فندوق الموصل بتفجير أساساته التي تحولت إلى ركام وشهد اليوم مقتل القيادي في التنظيم حق إسماعيل عويد أحد كبار المسؤولين في جهاز الأمن والاستخبارات الخاص بعد أن استهدف صاروخ موجه مركبته في شارع السرج خانة ضمن الساحل الأيمن من مدينة الموصل نقلاً عن قائد عمليات قادمون ينينوى الفريق ركن عبد الأمير رشيد يارالا تمكنت قطعات الشرطة الاتحادية من تحرير قرية عذبة على طريق الموصل بغداد ومعها قرية اللزاكة على الطريق القديم حمام العليل الموصل وسيطرت على محطة الكهرباء الرئيسة ورفعت العلم العراقي فوق المباني بعد 126 يوماً على بدء معركة تحرير الموصل تحقق القوات العراقية تقدماً باتجاه تمركزات تنظيم الذي إن خسر الموصل يكون قد خسر آخر موطئ قدم له في العراق